مرحبا يعطيكم العافية والسلام للجميع اليوم نحكي عن الموضوع مهم جدا جدا خاصة اللي موجودين في كندا تابعونا بعد الفاصل وححكي لكم عن الموضوع بس قبل ما نحكي في سؤال سألوني يا ناس كتير ليش ما بيوصلهم تحديثات من القناة القناة او قد بنزل كل يومين يوم بعد يوم فيديو جديد فالناس اللي ما بيوصلهم التحديثات السبب الوحيد انهم مش عاملين سبسكريبشن اللي مش عامل سبسكرايب ومش حاطط ضغط على الجرس تبع التنبيهات ما بوصلوا كل جديد فعملوا هاي الشغلات اعملوا لايك ابتدعموا قناتي وبتساعدوني اني استمر في المحتوى حوالي تسعين بالمية من اللي بيحذروا القناة للأسف مش عاملين سبسكرايب بس هدول الناس مش عام بوصلهم كل اشي جديد فاذا حاب يوصل لك كل اشي جديد اعمل سبسكرايب اعمل ضغط على جرس التنبيهات اعمل لايك وساعدني اعمل شير ونراكوا بعد الفاصل اليوم نحكي عن خطأ كبير 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 بيقوم فيه كثير من المهاجرين الجدد او اللي عاملين لاندنج بسموها بما معناها هذا الشخص عامل كل الوراء وقدم وقبلته الحكومة الكندية وعطته الفيزا على الجواز عشان يجي يعمل لاندنج او ياخد البي ار وللأسف بعمل خطأ صغير يفنش كل شي طبعا القصة بدأت انه واحد من الاصدقاء اللي عندي على الفيسبوك تواصل معه عن طريق الماسنجر وحكى لي قصته قصة صعبة جدا للأسف ما بستطيع حاوله لانه في العالم كله العقد هو شريعة المتعاقدين الاخ الصديق هذا بناش نحكي اسمه تواصل مع احد المقاطعات وعطوه نومنيشن يعني عطوه ترشيح انه يجاء كندا وبالتالي الهجرة كلها بنيت عنده على الترشيح لمقاطعة اسمها نيو برونزويك الان وصل هو لمطار تورونتو في مطار تورونتو الأوفيسرز اللي موجود هناك سأله وين بدك تستقر وين بدك تروح حكا له في تورونتو قال له بس انت المقاطعة اللي مرشحاك نيو برونزويك قال له اه ما هو انا غيرنا وفيه لأعرف ناس في تورونتو وصحابنا وبتعرف من هالحكي وطبعا هو سائل المحامل اللي ساعده في موضوع الهجرة المحامل للأسف اللي ساعده في موضوع الهجرة عطاه معلومة خاطئة او منقوصة بناش نحكي خاطئة قال له اه انت بتقدر تروح وما بدك المعلومة نصفية اوكي القانون في كندا لا يجبرك انك تقيم في مكان معين انت ككندي او مقيم دائم تستطيع لك حرية التنقل في كل كندا لكن الانتنشن تبعك في الهجرة لازم يكون للمقاطع يعني لو رحت جلست يوم واحد على الاقل وبعديها انتقلت على اي مكان اخر هذا لا يخالف القانون لكن عدم روحتك اصلا على هديك المنطقة او عدم محاولتك الذهاب الى هديك المنطقة هذا يخالف القانون فبالتالي الاوفيسرز سألوا هل معك تذاكر لنيو برنزويك قال له لا ما شري التذاكر قال له طب انت هل فعلا هتجلس قال له اه انا حتى بدأ سجل ولادي واستأجرنا بيت في ترونتو فكانت هاي الطامة الكبرى الاوفيسرز اللي في المطار الغالوا الهجرة كلها يا جماعة هذا الزلم كان اربع سنوات بنتظر في موضوع الهجرة بس بخطأ واحد ألغيت الهجرة ورجعوهم هو وعيلت وتهيئوا بيعين كل اغراضهم بيعين اشياؤهم ناس جايين على انه خلص حياة جديدة وشي جديد يجى هذا الاوفيسر انهى هذا الحلم بختم بسيط عمل له وقال له بتروح وبتراجع السفارة الكندية لما راجع السفارة الكندية وحاول معهم مع المحامي وبدهم يرفعوا قضايا بري كلير قالوا له موضوع خسران لانه العقد هو شريعة المتعاقدين انت مفروض يكون عندك اللي حكنا لك يا النية للبقاء في المقاطعة اللي انت اعطتك فانتبهوا من هذا الخطأ لانه هذا خطأ قد يقع كثير فيه وللأسف المعلومات مغلوطة طبعا اخلاقيا بما انه هذه المقاطعة ساعدتك واشتغلت على ملفك وعطتك اعطيها اجلس فيها سنة شهرين ثلاثة شوفوا الوضع يمكن تعجبك صدقا 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 المقاطعات الصغيرة هاي بكون فيها فرص للإبداع فرص للعمل فرص انك تظهر نفسك فرص انك تكون انت معروف فرص انه تجد فرص عمل جديدة تخلق فرص عمل جدا جدا سهل مخالفا لتورنتو مثلا تورنتو مدينة كبيرة وجميلة وفيها عرب كثار وكل الحياة سهلة يمكن فيها بزنسس كتير اللي خاصة اللي بده يشتغل بشركة يمكن يلاقي اسهل لكن انك تعمل انت شيء جديد او مميز يعني مثلا تفتح مطعم عربي او الله ما فيه بستين مطعم شو الفرق عن مطعمك عن المطعم المفتوحة بدك تفتح شركة صغيرة مثلا شركة اي تي فيه ستين شركة اي تي شو فرق بين شركتك والشركات المفتوحة فهون النقطة انه في المدن الصغيرة يعني انا بعرف فيه شاب سوري ادجى على مدينة مدينة اوتوا مدينة كبيرة يعني وقالهم لا انا ابن قرية وريد اروح ايش في قرية فانتقل على قرية طبعا هم بكيفوا على الامور هاي انتقل على قرية بعيدة حوالي ساعة ونص عن اوتوا سواقه سيارة المهم زرتوا انا قبل فترة ما شاء الله الان بقول لي بدأنا اول ما جينا بدأنا من البيت مشروع صغير اللي هو نعمل اكل سوري كاترينج بسموه انه نروح يعني نودي على البيوت مثلا بطل بطلبات عند واحد عنده عزوم عنده اشي قال لي بطلنا نلحق انا ومرتي بطلنا نلحق كل القرية صارت تدعم فيه لانه اول مطعم يعني مش كندي او مش ما عنده غير مطعم صين المطعم يعني عادية بورجرز وشغلات زي فلما شافوا الموضوع هذا حب الاكل بتعرف اكل المهم الان عنده مطعم كبير ما شاء الله لما رحنا عليه ما في فل فل بولي تقريبا كل الايام عندي فل الحمدلله عمل سبونسر لا امه ولا ابوه ولا اخوه والان وعيلته فيعني ممكن تلاقي فعلا يعني في قصص نجاح كبيرة في القرى حبيت اشارككوا بهذا الموضوع الغلطة هاي انتبهوا منها اه وسلام السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد